اشتركوا في القناة بالذات هناك بعض المناطق بدأوا بتقسيم النحل السؤال المطروح ما هي الإقراءات اللازمة على أخونا النحل القيام بها قبل أن يبدأ في تقسيم النحل هناك أعمال يجب على أخونا النحل القيام بها قبل أن يقوم بتقسيم الخلية يا ترى ما هي هذه الأعمال مع درس مميز للأستاذ الرجدي زريقي من فلسطين فكونوا معنا بالنسبة لسؤالك ما هو الواجب القيام به قبل البدء في عملية التقسيم أو الاستكثار الصناعي أولاً لابد من تحديد الوقت فنفترض أن الوقت يكون في عنا ربيعي فبدنا نختار إحنا الوقت بدقة متى سنبدأ في عملية التقسيم هذه البدء في عملية التقسيم لابد من أن يكون في اطلاع على الأحوال الجوية مسبقاً يعني في عنا بعض المواقع للأرصاد الجوية ممكن أن تعطينا لمدة 12 يوم 15 يوم 21 يوم صحيح يعني بتكون فيها دقة التوقعات يعني غير دقيقة ولكن لابد من أخذ هذه الأمور بالحسبان يعني حتى لا نتفاجع في يوم التقسيم أو يوم التطعيم أو يوم إدخال البيوت الملكية يكون في مثلاً أجواء حارة جداً أو ممكن يكون في عنا أجواء بارد جداً أو أجواء ماطرة لذلك إحنا بدنا نختار فترة يكون فيها شيء من الاستقرار في الطقس حتى يعني حال يقدر يشتغل على راحته الأمر الآخر يعني بده يكون في عنا استهداف لبعض الخلايا يعني مش ممكن مثلاً تقسيم المنحة لكله لأنه في خلايا بده توجه لجمع العسل في خلايا ممكن بدنا إحنا نستهدفها في عملية تقسيم فإذا كانت الخلايا عنا مرقمين في عليهم أرقام أو لها سجلات ممكن إنا نقول عنا مثلاً رقم 5 رقم 10 20 30 15 هكذا هذولا يعني إحنا بدنا نستهدفهم في عملية التقسيم يتزامن مع ذلك أو مع هذا الوقت بدنا تحضير المساكن تحضير الخلايا اللي إحنا بدنا نعمل فيها التقسيمات الجديدة فهذا إما بتكون إنا خلايا جديدة غير مستعملة أو إذا كانت مستعملة بدنا نكون بعملية تعقيمها إما باللهب أو تغطيسها بالماء في درجة الغلايا كلاهما جيد طبعاً يسبق عملية التقسيم اللي يبدو يكون فيه أنه حددين وقت لزراعة الملكات بحيث أنه يكون فيه ذكور في المناحل فتواجد ذكور مهم جداً يعني 90% من عملية تلقيح الملكات أو نجاح عملية تلقيح هو يعتمد على الذكور الموجودة في المناحل فإذا كان لا يوجد ذكور في المناحل ربما تفشل عملية التلقيح ويروح تعبنا الخسارة أو ممكن أن نكون إحنا ربينا ذكور مسبقاً هذه الخلايا اللي بدنا إحنا نأخذ منها اليراقات بدأت تكون خلايا ذات مواصفات ممتازة وإلها سجل لنا وبنعرفها جيداً وبنعرف الملكة عمرها سجل لها الوراثة سجل لها الصحة كل هذه الأمور بدأت تكون معروفة لدينا ونبدأ بعملية صراعة الملكات ممكن أن نستخدم أحد الأجهزة الموجودة بين إيدانا لزراعة الملكات مثل جهاز النيكوت وجهاز الجنتر أو ممكن يكون بالتطعيم اليدوي بالتطعيم اليدوي عادة يعني إحنا بنحسب أنه عمر الملكي أو عمر اليرقه هذه بحوالي الأربعة وعشرين ساعة نحسبها بأربعة وعشرين ساعة لكن من الأفضل أنه إحنا نوخذها من عشر ساعات إلى خمستاشر ساعة ثمانتاشر ساعة لا يزيد عن ذلك لكن إحنا نحسب أمرها أنه عمر الملكي هذه أصبح يوم أو عمر اليرقه هذه أثناء النقل كان يوم في هذه الفترة اللي هي بعد تطعيم اليرقات لابد من متابعة الخلايا المستهدفة في عمرية التكسيم وبد يكون تتوفر فيها عناصر التكسيم من حيث حجم عش الحضني يثافت النحل اللي فيها هذه الخلايا بيكون خالي من الأمراض والطفاليات يعني بدنا نكون عالجنا أو كافحنا الغاروة فيها لا وجود الأمراض فيها سواء النزيمة أو غيرها من أمراض الحضنية أو الأمراض النحل الكاملة حتى لا يعني تستمر معنا هذه الأمراض فلذلك بدنا نتجنب هذه الخلايا المريضة فبدنا نحن في هذه الخلايا المستهدفة أن يكون فيها عش حضني مناسب لعملية التكسيم يعني فيها خمس إطارات ست إطارات حضنة فيها مخزون جيد من حبوب اللقاح وفيها مخزون جيد من العسل بعد ما نكون بعملية التطعيم بعشر أيام ممكن أن نبدأ بعملية التكسيم طبعا يعني كلنا حال إلو استراتيجيته إلو منطقته كل منطقة إلو خصائصه في عملية التكسيم ممكننا حال يقسم على ثلاث إطارات أربع إطارات أنا شخصيا لا أنصح بأكثر من ثلاث إطارات حتى لو تمشكلت معنا أحد القسائم ما يكون خسارتنا كبيرة فيها سواء تأخرت الملكات بالتلقيح سواء ملكات خرجت للتلقيح ولم تعد خسارة خسارة ثلاث إطارات أفضل من خسارة بخمس إطارات أو ست إطارات أنا أرى أنه المناسب خصوصا في فصل الربيع أن لا تزيد القسمي عن ثلاث إطارات أما في فصل خريف يعني الأفضل أن تكون مش أكل من خمس إطارات يعني أربعة ممكن تمشي أربعة مغطاة بالنحل بشكل جيد ممكن ممكن تنجح معنا لكن يعني أقل من هيك لا ما بصير إلا أنه بتكون في هذا الوقت النحل داخل على الشتاء ومشاكل الشتاء الأفضل أنه إذا بدنا نعمل تقسيمات خريفية فقط تكون يعني أقل أكثر أقل شيء بدأتكون خمس إطارات في اليوم العاشر لما بنعمل التقسيمات هذه ممكن إذا أنه بدأ أقسم بالمنحل نفسه وعندي يعني المساحة متوفرة أنه أحط كل قسيمة جنب أمها وممكن في هذه الحالة أنه أركب الكوس الملكية مباشرة يعني بتكون الكوس الملكية اللي أنا زرعتها أصبحت شبه ناضجة وممكن إدخالها في نفس يوم التقسيم أما إذا بدأ أرحل يفضل أنه باليوم الثاني أضيف الكوس الملكية لأنه هذه الكوس الملكية خلال الترحيل يعني ممكن أنها تسقط على أرضية الخلية وممكن أنها تموت طب يعني في بعض النحالين كلك أنا ما بدأ أقسم على بيوت ملكية أنا بدأ أقسم على ملكات عذارة في هذه الحالة يعني يعني ممكن أنه حال أنه يبدأ التقسيم في اليوم الثالث عشر من بداية زراعة الملكات أو باليوم الثاني الثاني عشر باليوم الثالث عشر تبدأ الملكات بالفاكس إذا كنا دقيقين في عملية نقل الإيراقات أو إذا كان في عنا أجهزة جهاز جنتر مثلا على الغالب هذه الملكات بتفكس مع بعض كلها تبخيلات ساعتين أو ثلاثة بتكون فاكسة كلها وبنقوم بإدخال الملكات بقفص الملكات العذارة بقفص لأن كل ما كانت العذارة أصغر كل ما كانت كبولها عند النحل أفضل أما ما بدي أسبق فاكس اليراقات بيومين أو ثلاث معفوا ما بدي أخر القسمات يومين أو ثلاث بعد فاكس العذارة هذه لأنه كل ما كبرت الملكة كل الملكة العذارة كل ما كان في صعوبة لكبولها مثلا في الساعة الأولى من فاكس الملكات العذارة ممكن أنه يتم القبول بنسبة أكثر من 95% وحتى لو دخلناها بدون قفص يعني من الباب بس ندخلها من الباب بدون قفص ممكن أنه النحل يتقبلها بنسبة عالي جدا لكن نحن للإحتياط نفضل أنه يتكون إدخال العذارة بالقفص طبعا في حالة أنه بدي أقسم على ملكات عذارة المفروض أنه يكون في عنا تكفيس على البيوت الملكية قبل عملية الفاكس يعني ممكن باليوم 11 من بدء عملية من يوم عملية التطعيم أو نكد الراكات أكون بالتكفيس على الملكات حتى إذا أحيانا يعني ممكن تفكس ملكة عندي فالناحية اللي يخرب البيوت الملكية الأخرى فلذلك لابد من التكفيس على البيوت الملكية من حيث الضمانة مضمون هيك بصير يعني ضمانة خروج العذارة من البيوت الملكية أضمن وسلامتها برضو أفضل يعني الهدف من عملية التكسيم على العذارة هو أنه في بعض البيوت الملكية تموت فيها الملكة وربما بعض البيوت الملكية بتخرج منها أحيانا الملكات ربما تكون مشوهة فالأفضل والأسلم يعني للنحال التكسيم على الملكات العذارة لكن الأسهل والأريح للنحال ونسبة القبول الأعلى هو التكسيم على البيت الملكي طبعا فاتنا أن أذكر أنه مواصفات القسيمة الجديدة التي نحن نقسمها على الأقل لازم يكون فيها إطار من الحضنة وإطار من حبوب اللقاح وإطار من الغذاء الذي هو العسل تحية تلك الملكي ترجمة نانسي قنقر